فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين اللهم أمين هذا المجلس معقود للإجابة عن اللاسلة والاستفسارات سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن لا يخرج مننا إلا ما يرضيه عنا إنه على ذلك قدير هذا وقبل البدء في الإجابة عن اللاسلة أتكلم بكلمة فيها إصلاح للبيوت التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين سعادة وهناء وفرحا ومودة ورحمة من المؤسف أيها الإخوة أننا نرى كثيراً من بيوت المسلمين فيها من المشاكل والقلاقل ونرى أن ودود الأفعال أو حلول مشاكلهم على غير الطريق الجادة فتعالوا بنا سريعاً نتعرض لأسرع أو لبعض المشاكل التي تكون ثم كيف تدار المشاكل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيراً ما تأتي المشاكل في البيوت الزوجية عن طريق عدم الصبر فلا يصبر ولا يتحمل أحد الزوجين الآخر وهذه في الحقيقة من أكبر المشكلات لأن التنازع بين الزوجين أو سوء التفاهم قد يكون وهذا والد فنحن بشر وقد يكون الزوج يتكلم بكلمة فيحملها الشيطان على غير وجهها فضغط بالزوجة أو تتكلم الزوجة بكلام هي لا تقصد به شيئاً فلا يتحمله الزوج فعدم التحمل وعدم الصبر هذه مشكلة كبيرة في البيوت الزوجية في بيوتنا في بيوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أي لا يبغض مؤمن مؤمنة لا يبغض زوج زجته إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أنت تكره من زوجتك أن صوتها عالي مثلاً لكن ترضى منها عفافها ترضى منها اهتمامها بالبيت وترضى منها إيمانها وديانتها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقاً رضي منها آخر وبهذا تسير الأمور وبهذا تصلح البيوت أن تتحمل زوجتك أن تتحمل زوجتك وأن تتحمل المرأة زوجها فلا تكن كثيرة الشكاية من زوجها بل تصبر والصبر لوجه الله قال الله تبارك تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله فإذا صبر الإنسان الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها يكون ابتغاء مرضات الله واصبر وما صبرك إلا بالله فتصبر ابتغاء وجه الله تبارك تعالى تؤجر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء إذا رزق الإنسان الصبر رزق خيراً كثيراً ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر هذه من الأمور التي بها تحل مشاكلك تحل مشاكلك في البيت إذا وجهت أي مشكلة تحل بالصبر تحل بالحلم الحلم أن لا تعاجل بالعقوبة أن لا تعاجل بالكلام بالرد الأفعال لا كن صبوراً حليما كن صبوراً حليما هذا من أفضل الأمور كذلك من أفضل الأمور التي تحل بها المشاكل الزوجية أن تتجاهل كثيراً من المشاكل يعني أفضل أو من أفضل ما تحل بالمشاكل أن تتجاهلها أو تتجاهل كثيراً منها كما في الحديث إن كره منها خلقاً رضيها من آخر هذا في تجاهل وأيضاً قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فعرف بعض الأخطاء وأعرض عن كثير منها أما أن تعاتب زوجتك في كل مشكلة أن تعاتبها في كل خطأ هذا الأمر لا يستقيم هذا الأمر لا يستقيم لكن تجاهل كثيراً من أخطائها وأيضاً لوجه الله وتحسيلاً للأخلاق فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فإذا كان العفو عن الناس عموماً صفة طيبة فالعفو عن أهل بيتك أو لا وإن كان تجاهل الأخطاء الآخرين صفة طيبة فتجاهل أخطاء زوجتك وأهل بيتك أو لا وإن كان العفو عن الناس عموماً صفة كريمة فالعفو عن أخطاء الزوجة وأهل بيتك أفضل وأفضل وأفضل فبالتحمل بالصبر بالتجاهل بالحلم تفك مشاكل كثيرة من المشاكل الزوجية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر وأن يجملنا بالحلم وأن يهدينا لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا هو ثم في حلقات قادمة نكمل بعض الأمور التي بها نعالج مشاكلنا في المشاكل الزوجية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل كل المشاكل في بيوتنا وأن يملأ بيوتنا سعادة وفرحاً ومودة وهناء اللهم أمين هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد يقول السائل استأذنتني زوجتي أن تزور أمها فقلت لها اذهبي يوماً واحداً ثم تعالي قال فجلست خمسة أيام قال فحلفت عليها إن لم تأتي اليوم فأنت طالق ولم تأتي فما الحكم أقول بالله التوفيق إن كانت نيتك في هذا الأمر التهديد والتخويف وهذا هو الظاهر فعليك كفارة يمين أن تطعم عشرة مساكين فإن لم تستطع ثم ثلاثة أيام وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات فأنت هلفتها قلت إن لم تأتي فأنت طالق أو ستكون طالق ونياته فيها أن يهددها ويخوفها فلحديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى لهذا الحديث أفتى المفتون بهذا الأمر أن الطلاق المعلق إن كان يقصد به التهديد والتخويف وإن كان يقصد به الحمل على فعل شيء أو ترك شيء فيكون كفارته كفارة يمين ولا يقع الطلاق يقول هل متعاطي الحشيش لا تقبل صلاته أربعين يوما وتكثيره ثمانين جلدة كشارب الخمر أو لا أقول بالله التوفيق شارب الحشيش أو المخدرات عموما آثم ومرتكب للكبيرة ويستحق الجلد إن فقد وعيه فيستحق الجلد ثمانين جلدة كما فعل الصحابة الكرام وكما نص على أن هذا هو جلد شارب الخمر وجلد شارب الخمر كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بالنعال والجريد بأي شيء يضرب بالنعال والجريد ولم يحد حدا معينا ثم حده عمر بن الخطاب سمانين جلد أما قول لا تقبل له صلاة أربعين يوما فهذا قول غير صحيح فلم يثبت أن شارب الخمر أو أن متعاطي المخدرات أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما هذا الكلم غير صحيح إن الذي لا تقبل له صلاة أربعين يوما هذا الذي يأتي العرفين والكهان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لا يقبل الله له صلاة أربعين يوما هذا هو الثابت لكن في شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوما هذا كلام غير صحيح تقول السائلة أنا مدرسة في مدرسة وهناك مصحف في مصلى أو في مسجد المدرسة أرتاح أثناء الكراءة فيه فهل يجوز لي أن آخذه بيتي وآتي بمصحف مكانه لا يجوز لأن المصاحف في المساجد وقف وقف في المساجد وقف لله وبدلا أن نزيد بيوت الله مصاحف ونعمرها بالمصاحف أن نسرق منها أو نأخذ منها هذا لا يجوز وهذا أمر أحيانا منتشر في بعض المساجد يدخل الإنسان أو تدخل مرأة المسجد ثم يقرأ في مصحف يعجبه فيأخذ المصحف إلى بيته فبدلا أن تعمر بيوت الله بإهداء المساجد له وأن توقف المصاحف بإهداء المصاحف وأن توقف المصاحف للمساجد أنت تأخذ أنت المصاحف من بيوت الله فهذا الأمر شنيع ولا يجوز فالمصاحف التي في المساجد وقف لله يقول حلفت على زوجتي بالطلاق بالسلاسة إذا كلمت صديقاتها ونسيت أو عفوا ونسيت وردت على رسالة صديقتها فهل وقع الطلاق؟ هنا عليك كفارة يمين الحلف بالطلاق يمين فإذا قال الرجل لمرأته مثلا يقول علي الطلاق ما لن تفعل كذا وفعلت على الرجل أن يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام ولا يقع الطلاق يقول أنا كنت مدمنا للخمر وشاربا للمخدرات وفي هذه الأثناء طلقت زوجتي علما أني لم أتذكر كيف طلقتها ولا أعلم بذلك إلا بعد أن فقت من غيبوبتي فهل وقع الطلاق؟ أقول وبالله التوفيق طلاق السكران اختلف فيه أهل العلم الجمهور من أهل العلم يرون وقوع الطلاق يرون وقوع طلاق السكران لأنه هو الذي تسبب في سكر نفسه وتسبب في فقد وعيه بخلاف المجنون المجنون هذا مرض نزل عليه فلا يقع طلاقه أما السكران على رأي الجمهور فيقع لكني أختار القول القائل أنه لا يقع وذلك لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالعقل والله تبارك وتعالى رفع القلم عن غير العاقل أو عن الرجل الذي ليس في وعيه كونه هو الذي تسبب في فقد وعيه أو لا هذا لا يغير حقيقة الأمر أنه غير واعي لا يغير حقيقة الأمر أنه غير مدرك لما يفعل لكن هو عليه اسم سكره لا شك في ذلك فأختار قول الحنبيل في هذا الأمر أن طلاق السكران لا يقع أن طلاق السكران لا يقع لكن من السكران وما ضابط السكر الذي لا يقع فيه أو معه الطلاق قال أهل العلم هو الذي غاب عقله لا يدرك ماذا يفعل كسائلنا هنا وكما قال بعض العلماء هو الذي لا يدري أين بيته ولا يميز بيته من بيت غيره ولا يميز دابته من دابة غيره ولا يميز حزاءه من حزاء غيره خلاص أصبح هيمانا أصبح سكرانا يهذي فهنا لا يقع طلاق إن كان بهذه الصورة لكن أحيانا يأتينا بعض الناس يقول يا شيخ أنا شربت مخدرات أو سجارة كذا مخدرات ثم طلقت مرأتي فنسأله هل كنت تدرك ما تقول يقول أه كنت أدرك ما أقول وتعرف أن هذه زوجتك وأن هذا بيتك وتدري أنك تقول أنت طالق وتدرك الحال يقول نعم أدرك الحال فنقول هذا طلاق واقع هذا طلاق واقع ولا يعنينا أنك شربت مخدرات أو خمرا أو غير ذلك فالعبرة هل زال العقل أو ما زال العقل موجودا فإذا كان مغيبا تماما ولا يميز شيئا فهذا لا يقع طلاقه أما لو شرب خمر لكن ما زال في عقله ووعيه فهذا يقع طلاقه يقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين خارج البلد وهل لا بد تكون طعاما أم تجزئ مالا أقول وبالله التوفيق أما إخراج كفارة اليمين خارج البلد يجوز إذا صرفت لأهلها للمساكين والفقراء قال الله تبارك تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين فإذا صرفت سواء في بلدي وإن كان كثير من أهل العلم يستحبه أن تخرج لأهل بلدك لأنهم أولى الناس هم جيرانك هم المتطلعون لما في يدك فعلى كل حال لو أخرجت كفارة يمينك خارج بلدك يجوز هذا ولا حرج فيه ولا بد أن تكون طعاما على رأي أكثر للعلماء لأن الله تبارك تعالى ذكر الطعام ولو كان المقصود الإنفاق لذكر الله ذلك ولأن الإطعام أفضل ما يسد به حاجة الفقير يعني تخيل الفقير إيه أهم شيء؟ أهم شيء يوكل نفسه وعياله أهم شيء يأكل هو وعياله لا شيء أهم من الإطعام والطعام بالنسبة للفقراء والمساكين بل بالنسبة لكل الناس قد يتحمل أي شيء لكن لا يستطيع أن يتحمل الجوع هو وأولاده فالله تبارك تعالى سبحانه وتعالى يريد الإطعام فإذا أخرجت مالا أنت ما فعلت الآية قد يأكل بالمال وقد لا يأكل يعني ممكن يأخذ المال ويدفع فطورة الكهرباء ممكن يأخذ المال ويدفع كذا أو يشتري كذا حذاء وهذه من الأمور المهمة لا شك لكن هل أنت أطعمت؟ هل ترى من نفسك أنك طبقت الآية فكفرت إطعام عشرة مساكين؟ فأي القولين أولى بالاقتداء بالآية؟ وأي القولين أحرى أن يطلق عليه أنه اقتدى بالأمر أن تخرج طعاما كفارة اليمين أو أن تخرج مالا؟ لا شك أن الذي أخرج كفارة اليمين إطعام وطعام هو أولى الناس بتطبيق الآية وأولى الناس بأن يطلق عليه أنه أطعم عشرة مساكين فهذا الأولى وخرجا من الخلاف وهو رأي الأمي الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن كفارة اليمين يجب أن تكون طعاما يجب أن تكون طعاما والحمد لله الأمر سهل يعني بعض الناس يظن أن إطعام عشرة مساكين من الأمر بالصعوبة بمكان كبير وهو في الحقيقة غلط الأمر أسهل ما يكون إذا اشتريت عشر وجبات وأخرجتها لأسرتين الأسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد مثلا الآن خمس مساكين لو أخرجت رز مكارونا لو أخرجت أي طعام لو أخرجت أي طعام على أسرتين فقيرتين على أسرتين فقيرتين الأسرة مثلا مكونة من خمسة أفراد أنت بذلك أطعمت العشرة سكين فالأمر أسهل مما يتصوره بعض الناس فتطبيق السنة واتباع ألفاظ الآية أولى وأولى وأولى هو قول جماهير أهل العلم يقول نحن في بلادنا اختلط الحلال بالحرام ففيها الحروب والقتال وكثرت السرقة والنهب فيأتي إنسان بسلعة ونعلم أنها مسروقة فهل يجوز شراء تلك السلعة؟ مع العلم أن نفس السلعة تباع من الحلال في محلات أخرى لكن بسعر أعلى أرجو الإفادة أقول وبلاي التوفيق لا يجوز شراء السلعة المسروقة إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنها مسروقة فلا يجوز شراء السلعة المسروقة فهذا تعاون على الإسم والعدوان ولأن البائع لا يملك السلعة البائع لا يملك السلعة فالبائع سارق فلا يملك ملكا حقيقيا فلا يجوز أن تشتري سلعة يغلب على ظنك أو المتيقن أنها مسروقة تقول السائلة أجبرني أبي على الزواج بقريبة يقول تقول السائلة أبي أجبرني على الزواج بقريب له بدون أي مرعال الشروط والضوابط في الرجل الصالح فصبرت مع زوجي سبع سنين ثم طلقت منه فلم يتحملني أبي وقاطعني ولا يسأل علي ولا ينفق عليه فهل أنا قاطعة للرحم وهل يحق للأب فعل ذلك؟ أقول بالله التوفيق في بداية الأمر لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على ذلك لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج بما لا تريد أو بمن لا تريد هذه الزواج وحياة فهذا في بداية الأمر لكن لما صبرت معه سبع سنوات ثم طلقت فأرادت أن ترجع لبيت أهلها فيجب على الأب ضم ابنته إليه ومراعات ابنته فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كيف يرمي الأب ابنته هكذا؟ بدون سؤال عليها وبدون نفقة ولا يدري أين هي سيسأل أمام الله تبارك الله عن ذلك كله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعونه وقدر الله ما شاء فعل تزوجت وحدث الطلاق لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك فكون الأب لا يسأل عن ابنته ولا ينفق عليها هو بذلك قاطع للرحم خائن للرعاية والمسؤولية التي حملها الله إياه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فننصح الأخت السائلة بأن تصل هي رحمها وأن تسأل عن أبيها وتتصل عليه وتذهب إليه زيارة ثم من هذه المعملة الطيبة قد تؤلف قلب أبيها وتحننه عليها كما قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 فأخبرتني بذلك وعندما واجهت زوجتي اعترفت بذلك فماذا علي أن أفعل شرعا أقول بالله التوفيق قدر الله ما شاء فعل وإن لله وإن إليه راجعون فأقول لك الخياران بعد أن تستر على زوجتك فأول شيء أن تفعله أستر على الزوجة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة فاسطر عليها سترك الله هذا أولا ثانيا أنت لك الخياران الخيار الأول أن تطلقها أن تطلقها وتأخذ ما دفعته هي وما أتت به من مطبخ ومن بعض العفش التي أتت به وتتنازل عن شيء وتريد أن تكرمها بشيء فهذا كرم منك لكن كحق شرعا يجوز أن تعضلها حتى تفتدي ببعض المال يعني تقول أنا لن أعطيك شيئا إلا ما أتيت به من عند أهلك هذا يجوز لأن الله يقول فالفاحشة المبينة إذا أتت بها المرأة يجوز للزوج أن يعضلها أي أن يضيق عليها حتى تفتدي ببعض المال وهنا اعترفت فلك أن تضيق عليها حتى تفتدي وإن كنت ذاسعة وتريد أن تعطيها شيئا بما استمتعت من فرجها فلا حرج هذا الخيار الأول أن تطلقها الخيار الثاني إن رأيت منها توبة النصوح واستغفار وصلح حال وطابت نفسك أن تبقى معك فلا حرج أن تبقيها معك مع الستر الكامل عليها ومع عدم لومها فيما بعد بهذه الحادثة وإن كنت ستراعي لها فيها وستؤدي لها حقها وتطيب نفسك أن تجلس معك وأن تقيم معك وتكون على عصمتك فلا حرج في ذلك فأنت على كلا الأمرين غير ملوم غير مدوم يقول ما حكم الشرع في زيارة النساء للمقابر لغراد الدعاء للقريب أو للأقارب لا حرج في زيارة النساء للمقابر إن كانت بالضعوبة الشرعية من لبس زي غير متبرج وكذلك غير متطيبة وكذلك لا تنوح ولا تصيح ولا تتكلم بكلام ولا بدعاء الجهليين فإن ذهبت غير مختلطة بالرجال وبالضعوبة الشرعية فلا حرج وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة الكبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا فزروها فهذا داخل خطاب يدخل فيه الرجال والنساء جميعا وقال تعيشة رضي الله عنه يا رسول الله ماذا تأمرني أن أقول إن أتيت المقابر فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين أنتم مسابكون وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العفية فهنا أيضا هنا أيضا في دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عائشة أن تأتي المقابر بل علمها دعاء أن تقوله إذا بخلت المقابر أما حديث لعنى الله زوارات الكبور أو زائرات الكبور فحديث في سندي ضعف في سندي ضعف وأيضا موجه بكثيرة الزيارة زوارات الكبور أي كثيرة الزيارة أو التي تزور على غير وفق الضابط الشرعية فخلاصة الكلام أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر غير مختلطة بالرجال ولابس زيها الشرعي ولا تصيح ولا تفعل شيئا يغضب الله تبارك تعالى وأيضا من أدلة الجواز على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقالت تقل لها واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي الحديث فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن لثيان المقابر بل نهاها عن الجزعة نهاها عن الجزعة فيجوز للنسوة أن تزور المقابر وزيارة المقابر غير اتباع الجنائز فاتباع الجنائز مكروه للمرأة أن تتبع الجنازة لما في ذلك من اختلاط بالرجال وهذا نراه في بعض القرى في بعض بلادنا أن النسوة يتبعنا الجنائز بل أحيانا يختلطنا بالرجال ويمشينا في وسط الرجال في أثناء المشهد وأثناء التشييع وهذا في الحقيقة منكر منكر أن ترى وأنت ماشي النسوة من حولك يشيعنا الجنازة فيه الفتنة قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجنائز فهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم للكراهة لقولها ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في النهي لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك فكيف تفعل المرأة الصالحة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعل ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم التشييع الجنائز للرجال تشييع الجنائز للرجال وليس للنساء أما زيارة الكبر عموما فيجوز للرجال والنساء يقول أسأل عن صلاة المسبوق فمثلا في الصلاة الربعية دخلت وقد فاتني ركعتان أو فاتتني ركعتان فكيف أكمل صلاتي اجعل أول صلاتك هي من دخل الذي دخلت فيها أول ما دخلت يعني مثلا فاتتك ركعتان ثم دخلت الجماعة مع الناس أصبحت الثالثة لهم والأولى لك ثم الركع الرابع لهم والثانية لك ثم تأتي بعد ذلك بعد أن يسلم الإمام تأتي بالثالثة الرابعة فتكون أول صلاتك هي ما دخلت به الصلاة وليس ما ستأتي به بعد السلام أرجو أن يكون الكلام واضحا يعني أنت دخلت الصلاة هذه أول صلاتك ستقرأ الفاتحة مع سورة إن استطعت ذلك ثم الثانية لك والرابعة لهم ستقع أيضا الفاتحة مع سورة ثم تقوم بعد سلام الإمام تأتي بالثالثة والرابعة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأأتوها وأنتم تبشون عليكم السكينة ولا أتأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأتموا يعني أنت أول صلاتك أنت الذي دخلت به أو التي دخلت بها في الصلاة هذه أول صلاتك هذه أول صلاتك ثم تأتي وتتمم صلاتك تأتي بالثالثة والرابعة بعد سلام الإمام في بعض الروايات لكن هي أضعف إسدادا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقدوا والصواب وما فاتكم فأتموا نعم كذلك في كل صلاء أنت مثلا فاتتك تكبيرتان في تكبيرة الجنازة فاتتك تكبيرتان في تكبيرة الجنائس ثم دخلت في الثالثة اجعلها الأولى لك والثالثة لهم لكنها الأولى لك لأن هذه أول صلاتك ثم بعد ذلك تتم الصلاة يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المسيحيين ولماذا بداية الاسم الصحيح للمسيحيين هو اسم النصارى اسم النصارى وذلك لأنهم قولوا عن نفسهم ذلك الذين قالوا إن نصارى والله تبارك تعالى في أكثر من آية سماهم نصارى قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه وقال تعالى في أكثر من آية ولن تفضى عنك اليهود ولا النصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فسماهم الله نصارى فلماذا لا نسميهم بما سماهم الله به بل بما سموا أنفسهم بذلك فالاسم الصحيح النصارى وذلك أيضا لأن إذا قلنا المسيحيين ونسبناهم إلى المسيح عيسى بن مريم وأنت تعلم أن المسيح منهم براء أن المسيح عيسى بن مريم ممن اتخذه إلها بريء والمسيح عيسى بن مريم ممن قال له أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بريء وسيتبرؤ من ذلك يوم القيامة بل في الدنيا قبل قيام الساعة قبل قيام الساعة سينزل عيسى بن مريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير فهنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بريء من كل من يخالف أمر الله تبارك وتعالى بريء من من اتخذ عيسى ولدا وقال أنه ولد لله وممن قال عيسى إله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة عيسى صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعود الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهنا عيسى صلى الله عليه وسلم يتضرى ممن اتخذه إله فالصاب أن نقول إيه نصارى طيب هل كان النبي يخالف النصارى؟ نعم كان يخالفهم هم واليهود وكان يحب مخالفة أهل الكتاب وذلك لأن دين الإسلام دين مستقل دين مهيم على كل الأديان وكتابنا القرآن كتاب مهيم على كل الكتب حاكم عليه مصدق لما بين يديه فالإسلام وأهل الإسلام لهم هويتهم الخاصة فلا يجوز أن تتشبه بهم ولا أن تقلدهم في كل شيء في كلامهم في لباسهم ميز نفسك واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يخالف أهل الكتاب فأهل الكتاب كانوا لا يفرقون الشعر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر كانوا لا يصبغون الشعر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ الشعر أو أمر بذلك كانت اليهود تصوم عشراء مستقلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن عشت ولقابل لأصومن التاسع مع العاشر ونهى النبي عن اتباعي ومشابهة أهل الكتاب فقال من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن أي فمن غيرهم فكره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم وعن التشبه بهم فمن تشبه بقوم فهو منهم فنحن نتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام حتى نكون منهم ومعهم بكرم الله وفضله تقول زوجي يعاملني معاملة سيئة دائما مما يسبب تعب لنفسيتي فإذا طلبني للفراش أرفو ذلك من أفعاله فهل أنا أثمة بذلك؟ أقول وبالله التوفيق عليك أن تصبر على أخلاقه السيئة وعليك أيضا أن تلبي طلبه عليك أن تصبر على أخلاقه وعليك أن تلبي طلبه فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والملائكة تلعنها فموضوع رفض الزوج عن فراشه هذا أمر خطير ولقد عد ذلك العلماء من الكبائر فكل من كتب في كبائر الزنوب عد أن امتناع المرأة من فراش زوجها من كبائر الزنوب هذا إذا كان الأمر متحملا لكن إذا كانت المرأة مريضة والله يعلم المستحى من المفسد والله يعلم المتمارض من المريض حقا فالله يعلم ما في القلوب فإن كانت المرأة مريضة حقا ولا تستطيع ذلك أبدا مما يسبب لها مرضا أكثر أو يزيد مرضها فالحلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها أما لمجرد أنها يعني غضبان من زوجها بعض الغضب أو زعلان منه قليلا أو شيء في نفسها منه شيئا ثم ترفض فراشة الأمر خطير الأمر خطير فلا تتحملين دعاء الملائكة عليك باللعن ولا تتحملين غضب الله عليك ولا تتحملين أن تعذب بسبب هذا الأمر فمكني نفسك من زوجك فمكني نفسك لزوجك فهو بعلك وزوجك وكما أنه ينفق عليك حتى وهو زعلان منك فكذلك لبي طلبه أن تزعلان منه وبمثل هذه الأمور المعاشرة الزوجية والجباع قد تحنن القلوب وقد ترجع الأمر إلى مودة ووئام لكن بالامتناع وبالرفض الدائم تزيد المشكلة وتسبب القلاق والمشاكل والنفسيات أكثر في البيت ونحن مأمورون بتقليل المشاكل وإنهائها لا أن نزيد في المشاكل فكوني من أولي الألباب وكوني من الصابرات اصبري على أخلاق زوجك السيئة وأطيعي ربك سبحانه وتعالى في الاستجابة له نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي زوجك وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق تقول هل تشكير الحواجب حلال أم حرام تشكير الحواجب أن تضع المرأة مادة على حاجبها أو على بعض حاجبها فتخفي الشعر تخفي لونه لكن لا تزيله فالنمس هو إزالة الشعر إزالة الشعر لكن وضع مادة عليها فتخفيها هذا ليس به بأس ليس به بأس إلا إذا كانت هذه المادة التي توضع تسبب فيما بعد في إزالة هذا الشعر فنقول لا الفرع يأخذ حكم أصله الفرع يأخذ حكم أصله فهنا إذا كانت تشكير يؤدي فيما بعد إلى إزالة الشعر وتساقطه فهنا سيؤدي إلى النمص إلى محالة فيمنع التشكير حينئذ يمنع التشكير حينئذ أما إذا كان التشكير لا يؤدي ولا يسبب لإسقاط الشعر ولا لإزالته فهذا لا حرج فيه يقول والدي رجل كبير السن يغير ملابسه دون إغلاق الباب باب الغرفة وأحيانا يجلس في البيت بثياب شفافة قد تظهر عورته إذا تحرك وفي البيت بنات غير متزوجات وأنا لا أستطيع أن أفاتح أبي في هذا الموضوع ولا أحد من إخواني أو أخواتي في هذا الأمر إلا أخ واحد عنده جرأة أستطيع أن أكلمه لكن لا يحسن التصرف فماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق يعني ينبغي على الآباء والأمهات أن تراعي هذا الأمر لا لكون الأب في البيت أن يلبس ما شاء أمام أولاده وبناته المميزين فضلا عن البالغين هذا الأمر خطير ينبغي على الأب أن لا يظهر عورته أمام أولاده وينبغي على الأم أن تتحشم بعض الشيء لا يحرج أن تتخفق من بعض الثيابها في بيتها لكن بحياء ولا تلبس الأم ثيابا قصيرا جدا أمام أبنائها المميزين أو البالغين فهذا الأمر ينبغي أن يراعى فأقول وبالله التوفيق أنا نصيحتي لك أيها السائب أن تفاتح أباك في هذا الأمر لماذا لا تستطيع أن تفاتح أباك؟ فاتحه بكلام مهزب وبأسلوب لطيف يا أبي الموضوع كذا وكذا وأعلم أنك بكلام طيب يسمع الكلام إن شاء الله فالذكرى تنفع المؤمنين فانصحه إن صح أباك فالدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم فانصحه ولا تحرج بل انصحه بأسلوب مهزب ولطيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا وفي ختام هذه الحلقة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفافة والغنى ونسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار هذا وصلى الله على النبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون